السلام عليكم الله يبال في كمولاي أعزكم الله أخويا يا رحمن يا رحمة أخويا أح respected أخويا أخويا الحبيب الله أحفظك ويرعك أخويا شكرا جزيلا شكرا مولاي بارك الله فيك بارك الله في السيد الحبيب شكرا لك أخويا وهذا الكلام اللي قلت السيد الحبيب الصابون والغسيل والاغتسال والاستحمام يوم الأربعة أنه ممزينش هذا كله لا علاقة له بالدين في الكتاب الكريم القرآن الحكيم ولا في السنة النبوية الشريفة المطهرة ما ورد كلام عن هالأربعة بالأكس احنا مطالبين في كل وقت وحين في الاغتسال وبالنظافة احنا مطالبين بذلك في كل وقت وحين المؤمن يتوضأ خمس مرات في اليوم وله أن يغتسل كل ما كان جنوبا أو المرأة كانت حائضا أو كان في عرق شديد لأنه يمنع من دخول المساجد والأماكن العامة وفي ريحة كريهة حتى كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة ويعني القرات أو الفجل أو التوم أو غيرها قال لهم لا يقربن ما ساجدنا يجب أن يغتسل فنحن مطالبين بالاغتسال في كل وقت وحين باستثناء عند نداء لصلاة الجمعة الوقفة دي الجمعة هذا الوقت مبارك ما يخص لإنسان أنه يقوم بهذا الأعمال دي التصميم الملابس أو تنظيف البيت كان عليه يقوم بها قبل هذا يوم الجمعة هناك غير الاختسال كنت تخدوش كتغتسل وكتلبس لبس جديد أبيض نقي طهير والعطر وتذهب إلى الصلاة لكن لا ينبغي أن تنشغل بتصميم المنابس ولا بكنس البيت عند الصلاة الجمعة أما ما يقال عن يوم الأربعاء هذا كله مما يدخل فيما يسمى بالثقافة الشعبية الثقافة الشعبية دائرة كبيرة جدا هناك آراء وهناك كلام الناس يربطونه بأسطير وخرافات وإخباريات كل ذلك ليس من الدين فهو مجرد كلام الناس وكلام الناس دائما فيه الغتو وفيه السميم فالإنسان ما ينبغي عليه أن يدخل إلى كلام الناس المؤمن عقلاني عقلاني بأنه الشيء اللي فيه الغيب ذكره الله نحن نؤمن بالغيب ربنا عز وجل قال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب ولكن أي غيب الغيب الذي دكره الله تعالى في كتابه العزيز أو دكره نبيه الكريم في سنته المطهرة نؤمن بالجنة والنار والبعث والنشور ونؤمن بأعلمة ساعة الكبرى وعلمة ساعة الصغرى ونؤمن بالملائكة وبالجن وبالروح كلنا نؤمن بهذا غيب وهو كثير جدا مادم قد نص عليه الكتاب والسنة أما ما يجري على ألسنة الناس مما يدخل في التقافة الشعبية ما ينبغي للمؤمن أن يملأ قلبه ولا فكره بهذا هذا كلام إخبار إخباريات مجالس للناس ما يعمر بعقله وما يهتم به ويفعل ما يشاء فربنا عز وجل قد أبح لنا كل شيء باستثناء ما حرمه علينا أو نهاه علينا وليس هناك نهي في يوم الأربعاء هو يوم من بقية أيام الله تعالى وأسأل الله الكريم لك يا أخي الحبيب أن يصلح شبابك وأن يمتعك بالصحة والعافية وأن يهبك رزقا واسع وإيمانا صادق ويحفظك ويرعاك في أهلك ودويك آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة